اهلا بكم في النشرة الاقتصادية نظم اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف البحرين المركزي يوم انس ورشة عمل مصرفية متخصصة لأدوات التمويل الإسلامية والسكوك وقد سلطت ورشة العمل الضوء على أدوات التمويل الإسلامية والسكوك لتشمل استعراض نوعية الأحكام والهيكلة وأليات التنفيذ التي تشمل المرابحة والاستصناع وأدوات الاستثمار الإسلامية التي تتضمن المضاربة والمشاركة وعقد الوكالة بالاستثمار وعقود الإجارة التشعلية والإجارة بالتملك وعقد الوكالة بالاستثمار كما تناولت الورشة إدارة المخاطر والمعالجة المحاسبية والتدقيق الشرعي لهذه الأدوات الورشة تتحدث عن الأدوات المالية الإسلامية مما فيها السكوك والإجارات فالورشة هذه رايح تغطي كل الأدوات الإسلامية حسب الشريعة الإسلامية يعني أن تكون حسب متطلبات الشريعة الإسلامية وطبعا تم اختيار البحرين لكون البحرين عندها باع طويل وعندها خبرة طويلة في الصيرف الإسلامية فتم مع التحالي المصارف العربية فتم تهيئة هذه الورشة في تقريره الاقتصادي ربع سنوي بأن يشهد الاقتصاد البحريني هذا العام نموا في القطاعات غير النفطية وذلك في أعقاب الانتعاش القوي للنفط خلال العام الماضي وقد أشار التقرير الفصلي الاقتصادي للمجلس إلى تحقيق قطاعات رئيسية كالبنية التحتية زخما في الأشهر القادمة مما يعزز الثقة ويرفع العائد لدى بعض القطاعات الأعمال وينعكس إيجابا على حجم الاعتمان المصرفي وقد بيّن التقرير بأن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3% خلال العام الماضي مدعوما بتسجيل قطاع النفط زيادة تبلغ قرابة 15% في الوقت الذي نمى فيها القطاع غير النفطي بنسبة تفوق 3% ترجمة نانسي قنقر